مجلس التعاون الخليجي مستيقها تجاه دولة قطر والمبارسات ضد إرادة الشعب المصري حول هذا الموضوع بنلقى الضوء عليه الحقيقة وخلال كاتبنا الصحفي الأساس خالد ميري مدير تحرير جريدة الأخبار وعضو مجلس نقابة الصحفيين سبعة خير الصحفي نهارك دايما سعيد الحقيقة اللي في البداية نتكلم على قرارات مجلس دول التعاون الخليجي وسحب السفراء سواء المملكة العربية السعودية دولة الإمارات مملكة البحرين وهذا القرار من وجهة نظرك هتقولي يعني هو أعتقد أن القرار كان يحمل في طيات حيثياته يعني دول الخليج الأشقاء السلاسة في السعودية والإمارات والبحرين عندما أعلنوا هذا القرار يعني كده بالمسل البلد الشاعي كانوا حطوا صابحهم في الشاقة من قطر يعني طلبوها عدة مرات بأن تلتزم بإطار الاتفاقية التي تحكم دول مجلس التعاون الخليجي طلبوها بأن تلتزم بأصول الجيرة وأصول العلاقات التي تفرضها الشريعة الإسلامية السامحة طلبوها بأن تلتزم بكل الاتفاقيات وفي كل مرة كان حكام قطر يرغون يعني يعني يعلنون أنهم سيلتزمون ولا الأمر يظل عند الأقوال ولا يتحول إلى أفعال على الإطلاق منذ سلاسة أشهر في الرياض وبوساطة كويتية وأما وفي حضور أمير الكويت الدول السلاسة طلبوا من قطر تحديدا التزامات محددة فيما يحص هذا الجانب قطر وأمير قطر وقعت على هذه الاتفاقات لكنها لم تفعل أيضا يعني تحديدا كان هناك مطالب بأن تلتزم بألا تدعم جماعة الإخوان المسلمين خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين ترتكب أعمالا إرهابية سواء في مصر أو في السعودية أو في الإمارات في كل الدول العربية تحديدا ترتكب هذه الجماعة أعمالا إرهابية تهدف إلى تمزيق المنطقة وتقسيم المنطقة وتقدمها على طبق منفضة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكل طامع في المنطقة لكن قطر لم تلتزم بهذا الإطار طلبها تحديدا أيضا تتوقف عن الدعم المالي والسياسي والإعلامي لجماعة الحسين في اليمن جماعة شيعية إرهابية تمارس كل أيضا بتشارك في كل العمليات الإرهابية التي تهدف إلى تقسيم اليمن وإلى تمزيق اليمن وإلى عدم الحفاظ على وحدة اليمن وعدم تنفيذ أي اتفاق سياسي يمكن أن يحفظ لليمن وحدته وأيضا لم تلتزم قطر واستمرت في دعم الحسين في اليمن طلبوها بأن تتوقف عن فتح أبوابها على مصرعيها للصدافة الإرهابيين والهاربين من كل الدول العربية ونحن نرى أن قطر تصير على الصدافة عاصم عبد الماجد إرهابي شهير في مصر في غفلة من الزمن تحول إلى رجل سياسة ثم عاد مرة ثانية ليمارس كل أنواع الإرهاب ضد الشعب المصري ومعه مجموعة من قادة جماعة الإخوان المسلمين الهاربين والمطلوبين للعدالة في مصر وأيضا مجموعة من الهاربين من دول كالسعودية مطلوبين أيضا للعدالة هناك وتصير قطر على أن تفتح أبوابها لهم يعني الاتفاقيات كانت تنص صراحة على أن تتوقف قطر عن أي أعمال عدائية سواء باستخدام الإعلام أو باستخدام السياسة أو باستخدام أي وسيلة للضغط على الدول الأخرى أن تتوقف عن أي أعمال عدائية تجاه جيرانها حاكم قطر الموجود حاليا وقع على هذا الاتفاق منذ ثلاثة شهور وهذا الاتفاق ظل حبرا على ورق لأن قطر لا تريد أن تلتزم بأي اتفاق ولا تريد اتفاقاتها في النهاية تريد فقط أن تقول كلاما معصولا كعادة لكنها في النهاية تفعل كل ما من شأنه أن يمزق المنطقة العربية وأن يقسم المنطقة العربية وأن يلحق أكبر الأضرار بجيرانها ولكن خلينا نكلم سيد خالد على رد فاعل دولة قطر على سحب السفراء العرب من دول مجلس تعاون الخليجي وأعتقد أول مرة يحدث مثل هذا الأمر يعني هذه السابقة تاريخية بالفعل الأول مرة تجمع الدول السلاس الكويت أيضا كان يمكن أن تنضم إلى الدول السلاس في قرارها لكن ما حدث أن الكويت تستضيف القمة العربية بعد أيام ولذلك تجد نفسها مضطرة والكويت منذ البداية لعبت دورا مهمة في محاولة المصالحة ومحاولة التقارب لعبت دور الوسيط بأمان وحيادية ولكن قطر في النهاية كانت تخل بأي اتفاق تتوسط في دولة الكويت ولهذا الكويت لم تنضم على أساس أنها تحاول تهدئة الأمور قبل إنعقاد القمة العربية وتحاول أن تعيد من جديد لعب دورها كوسيط لإنهاء الأزمة لكن قطر يعني ليس غريبا الطريقة التي استقبلت بها هذا القرار التاريخي للأشقاء السلاسة ليس غريبا ما قرأناه في الصحف القطرية وما تتبنى قناة الجزيرة هذه القناة الكاذبة التي بالمناسبة في أحدث وكل استصلاعات الرأي هذه القناة تراجعت نسبة المشاهدة فيها بنسبة تزيد عن 75% في كل الدول العربية لأنه في النهاية ثبت أنها قناة كاذبة أنها قناة موجهة قناة لا علاقة على الإطلاق لا بالمصدقية ولا بالحيادية ولا بمعارسة مهنة العلام هذه القناة لا تمارس مهنة العلام هذه القناة تمارس الفجور الإعلامي والسياسي وتريد توجيه الأمور كلها في دفة واحدة ولصالح دولة واحدة هي دويلة قطر التي تريد هدم المنطقة العربية على كل من فيها لم يكن غريبا ردود الأفعال لم يكن غريبا في النهاية حتى قرار الأشقاء السلاسة أكد في قرار سحب السفراء أنهم بيحترموا المواطنين وأهالي قطر لأنهم في النهاية مواطنون عرب وأشقاء وإخوة وجيران وأنهم يأملون أن تتراجع قطر وأن تلتزم بالاتفاقات يعني لا أحد يطالبها بجديد كل ما يطالبونه بها هو أن تلتزم باتفاقاتها بالفعل وقعت عليها لكن في النهاية قطر أيضا لجأت في رد فعلها رد الفعل السريع الذي صدر عن مجلس الوزراء القطري بعد صدور قرار الدول السلاسة وأيضا كل ما شاهدناه وما قرأناه في وسائل الإعلام القطرية المختلفة هي محاولات للمراوغة محاولات للكذب محاولات للإدعاء على خلاف الحقيقة ولتصدير أوهام وأكاذيب يعني عندما تتحدث مثلا دورة قطر عن أنه لا خلاف بينها وبين دول الخليج الخلاف هو حول مصر يا أخي تاريخيا وجغرافيا وعربيا ودينيا وإسلاميا أمن مصر يرتبط بأمن الخليج ما يمس مصر يمس أمن الخليج يا أخي ثم إن المسألة بالقطع هي ليست كذلك يعني هناك جرائم القضية الأخيرة التي قضى فيها القضاء الإماراتي بمعاقبة عدد من جماعة الإخوان المسلمين وكان من بينهم قطري عدد كبير من القضايا التي تتولت فيها قطر وتستضيف فيها هاربين ومنشقين من عدد كبير من جيرانها في دول الخليج في النهاية قطر ترتكب أفعال بتضل جيرانها وتضل كل دول مجلس التعاون الخليجي هي قطر تحولت إلى حصان ترواضة الذي من خلاله يراد أن تستخدموا الدول الغربية لتقسيم دول الخليج ولإضعاف دول الخليج ولإضعاف كل الدول العربية والإسلامية في المنطقة هي المسألة على الإطلاق حتى إذا كانت قضية مصر فهذا أولا مفهوم وهذا أولا يجب أن يكون له أولوية لكن حتى ليست قضية مصر وحدها على الإطلاق هذه الأكاذيب وهذه الخزعبلات التي يرددها حكام قطر حكام قطر هم الذين يدعمون الحسيون في اليمن على حدود السعودية واليمن دولة من دول مجلس التعاون الخليجي أو مجاورة شديدة الجوال لدول مجلس التعاون الخليجي حكام قطر هم الذين يستضيفون ويقعون إرهابيين وإخوان مسلمين هاربين من الأشقاء في دول الخليج حكام قطر هم الذين تورطوا في أعمال إرهابية وفي عمل تنظيمات داخل دولة الإمارات تريد إسقاط نظام الحكم هناك فحكام قطر على الإطلاق القضية ليست قضية مصر وحدها يعني إن كانت قضية مصر فهي تستحق لكنها على الإطلاق ليست قضية مصر وحدها لكنها قضية هؤلاء الحكام الذين يستخدمون هذا الإعلام الفاجر الكاذب قضية هؤلاء الحكام الذين يستخدمون هذا المال الذي يأتيهم بلا أي مجهود لكنهم يستخدمونه لكل ما يخرب وكل ما يدمر دول المنطقة وكل ما يضر جيرانهم وكل ما يضر مصر وكل ما يضر العالم العربي والإسلامي إذن حضرتك ترى أن قرار سحب السفراء من دول مجلس تعاون الخليجي من العاصمة القطرية دوحة هو بطبيعة الحال صورة تعكس الحالة السيئة لدولة قطر في تدخلها العجيب والغريب في الدول العربية ومحاولة نشرها القلائل والفتن والآخر يعني هو القرار كان صريحا في أن دولة قطر تصر على التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار حتى في الشؤون الداخلية لمصر تصر على التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية يعني هناك حتى ما تردد وقيل وتحليلات مختلفة عن محاولة دولة قطر لقلب نظام الحكم في السعودية الشقيقة أو قلب نظام الحكم في الإمارات يعني دولة قطر لا تتورع عن أن ترتكب كل هذه العمال العدائية ضد جيرانها أنا عايز أسألك ليه؟ لماذا؟ لأنها دولة في النهاية دولة المتتبع لتقسيم دول الخليج منذ بدايات القرن التسع عشر وحتى عندما توجه الجيش المصري إلى هناك أيام بناء مصر الحديث أيام محمد علي عندما توجه إبراهيم باشا إلى هذه المنطقة بالجيش المصري المتتبع لنشأة دولة قطر وللقبائل التي قامت على أساسها دولة قطر يجد أنها منذ رشاتة حتى وهي دولة تأمرية دولة تتأمر على جيرانها دولة تستعين استعانت أيامها في القرن الثامن عشر بالاحتلال الإنجليزي وبالسلطات الإنجليزية ضد كل جيرانها يعني هذه هي سياسة هذه الدولة دولة ترتبط بشكل وسيق بعلاقات تجارية واقتصادية وعسكرية وسياسية مع العدو الصهيوني دولة يعني عرضت على أمريكا يعني الأمير قطر السابق وهو ما زال يلعب دورا مهما في توجيه الأحداث داخل قطر الأمير الحالي يبدو أنه مجرد صورة فقط لا غير ليس له أي قرار وليس له أي تأثير الأمير السابق هو الذي يعني هو اتحايل على الأمريكان بنى القواعد على حسابه وهي أكبر قواعد لأمريكا في العالم وليس في الشرق الأوسط قاعدة العديد وقاعدة السيلية يعني هذا الرجل الذي استدعى الاحتلال الأمريكي إلى أرضه والذي يستقوي بوجود الجنود الأمريكان فوق أرضه هذا الرجل الذي يرتبط بكل هذه العلاقات مع العدو الصهيوني ويدعم إسرائيل بالغاز وبعلاقات اقتصادية غير موجودة مع كل دول المنطقة العربية يعني حتى مثل المرتبطة باتفاقية السلام مع إسرائيل لا توجد بينها وبين إسرائيل علاقات اقتصادية يمكن يعني عشر أو واحد عالمية من العلاقات الاقتصادية بين قطر وبين إسرائيل فهي دولة ترتبط في وجودها وفي سياستها بتوجهات السياسة الخارجية لأمريكا ولإسرائيل وهذه السياسة هي بالفعل يعني ثابت من كل ما حدث في الأيام الماضية أنها سياسة تريد تقسيم الوطن العربي تمزيق الوطن العربي القضاء على الجيوش العربية والمستهدف الأساسي في هذا المخطط هو الجيش المصر خلينا نرى وجهة نظر حضرتك في قرار الأمس للمملكة العربية السعودية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية وأيضا القائمة بتضم القاعدة بجزيرة العرب واليمن والعراق وداغش وجبهة النصرة وحزب الله وجماعة إخوان المسلمين والحوثيين خلينا نعرف تعليق حضرتك على هذا القرار الهام جدا من قبل المملكة العربية السعودية يعني هي مصر كانت هي التي اتخذت الخطوة الأولى وحتى يعني الحكومة المصرية تأخرت في اتخاذ هذه الخطوة عندما أعلنت أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية الآن تأتي المملكة العربية السعودية لتتخذ نفس الخطوة وليس فقط ضد جماعة الإخوان عندما تتحدث عن داعش وما تقوم به من أعمال إرهابية داخل سوريا وفي العراق فهي جماعة إرهابية لا تحتاج إلى قرار من أحد عندما تتحدث عن الحسيون في اليمن وما يقومون به من تخريب ومن أعمال إرهابية مدعومة إيرانيا وقطريا بالمال والسلاح فأنت تتحدث عن جماعة إرهابية على الإطلاق حزب الله سبق لكل دول مجلس التعاون الخليجي أن اتخذوا قرارا بأنه جماع إرهابية. والاتحاد الأوروبية اتخذ نفس القرار وبوقف التعاون معه. لكن ما حدث حتى أذكر بمناسبة حزب الله أن قطر أيضا خلال الشهور الماضية السفير القطري الجديد في لبنان توجه إلى قادة حزب الله. جلس مع قادة حزب الله. فتح قنوات اتصال واسعة مع قادة حزب الله. رغم أن مجلس التعاون الخليجي وقطر موجودة اتخذوا قرارا بأنه جماع إرهابية. لكنهم جلسوا مع حزب الله في لبنان وعرضوا عليهم مساعدات مالية. بل حتى عرضوا مساعدات مالية على الرئيس السوري حافظ الأسد. عندما بدأ أن المعارضة السورية أصبحت مرتبطة بالسعودية وبالدول العربية الأخرى. أصبحت غير مرتبطة بقطر. وعندما تراجع دول الإخوان المسلمين في المعارضة السورية. وقطر كانت تريد دعم الجماعات الإرهابية والإخوان المسلمين ليتصدروا المشهد في سوريا الشقيقة. تراجع ذلك لصالح جماعات معارضة معتادلة مرتبطة بالدول العربية الأخرى. ونزاك تغير موقف قطر كليا. بدأت في العودة لعلاقات قوية مع حزب الله. وأيضا لمحاولة مغازلة الرئيس السوري الحالي بشار الأسد. نحن أمام دولة لا تتوقف. لا يوجد حد للسياسة القطرية الخارجية في الإجرام. يعني هؤلاء الحكام الذين يحكمون هذه الدولة والذين أنعم الله عليهم بكل هذا الكام من المال ومن البترول ومن الغاز. دون أن يبزلوا أي مجهود. يعني ليس لهم أي فضل فيما يصل إليهم من أموال عن طريق هذه السروات الطبيعية. لكنهم يضربون أسوأ إلى أمسال. حتى في التاريخ العربي والإسلامي كله. كيف تستخدم المال لتدمير جيرانك ولتدمير المنطقة العربية والإسلامية. إذن أخيرا حركة تتفق معي أن مصر لم تتأخر ترد فعلها بسحب سفيرها من قطر عندما تحركت قطر ضد إرادة الشعب المصر. يعني مصر لم تسحب السفير. يعني دعنا نتحدث عن الحكومة المصرية السابقة كانت متأخرة في كل قراراتها بشأن قطر. يعني مصر كان يجب أن تتخذ إجراءات أقصى وأعنف كثيرا ضد المؤامرات القطرية. لكن مصر استدعت السفير ثم بعد أن اتخذ الأشقاء السلاسة قرارا بسحب السفراء أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محل بالحكومة الجديدة في اجتماعها الخميس الماضي أن هذا السفير لن يعود إلى الدوحة مرة أخرى. أنا أعتقد أن مصر مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر ردعا وحسما مع هذه الدويلة ومع ما ترتكبه من إجرام ومن تخريب يستهدف في الأساس مصر ويستهدف في الأساس تقسيم الشعب المصري وتقسيم الدولة المصرية وتقسيم الجيش المصري. يعني دور القطر الواضح في المؤامرة عندما تتحدث عن دولة كقطر تخصص 500 مليون دولار للجماعات الإرهابية في سيناء ويتم إرسالهم عن طريق جماعة الإخوان المسلمين الذين يستضيفهم هذا المأفون المدعو يوسف القرضاوي في منزله في اجتماعات دولية في الدوحة للاتفاق والتآمر على مصر. عندما تتحدث عن دولة تتخذ مثل هذه الإجراءات ضد مصر أعتقد أن مصر مطالبة بإجراءات أكثر ردعا وأكثر حسما وأيضا في النهاية هذا الضرر يلحق مصر ويلحق كل جيران قطر. وأعتقد أن مصر وكل الدول العربية التي مستهدفة مباشرة من هذه المؤامرة عليها أن تتعاون جميعا وأن تقوم جميعا بتنسيق أكبر. وأعتقد أن هذه الدولة لن تستطيع أن تصمت طويلا أمام ضغط اقتصادي وضغط اجتماعي وضغط سياسي وضغط يتم تنسيقه ويتم تحريكه. لكن أن يتم تحريكه بفاعلية وبسرعة. وألا ننخدع مرة أخرى بالكلام المعصول لهؤلاء الحكام في قطر. الذين يخرج من أفواههم كلاما معصولا وتخرج من جيوبهم أموالا لا حصرة لها لدعم الإرهابي لتقسيم المنطقة. بالفعل أستاذ خالد وأعتقد بيان مجلس الوزراء أكد على هذا وأكد على استياء مصر وشعب مصر من تصرفات دولة قطر. الكاتب الصحفي الأستاذ خالد ميري مدير تحريك ريط الأخبار وعضو مجلس نقابة صحفين. بشكرك شكرا جزيلا. إن شاء الله لنا لقاءاتك مرة أخرى. مشاهدينا بنتمنى أن قطر والشعب القطري أو الحكومة القطرية بالتحديد تعيد حسابتها مرة أخرى لكي لا تغرد خارج السرب العربي. المشاهدين مكملين معك وتابعونا. ولكن محتى الفصل.